ويعني الحقيقة طبعاً إحنا محتاجين لأرائك حالياً بشكل مكثف جداً يعني أعتقد إنه ما يشغل العالم الآن هو موضوع الاقتصاد أكيد طب لكن هنبتدي في البداية بداية أسرية يعني الوالد العالم في زراعة الصحراء الدكتور عبد المنعم المهدي يعني أعتقد زراعة الصحراء هو فيها جزء زراعي لكن فيها جزء اقتصادي أيضاً وهو توجهاتك بعد كده في الدراسة هو والدي وقت ما خلص الدراسة بتاعته في كلية الزراعة الأول ما كانش يعني الطريق بتاعه وبين أوي لحد ما التحق بمعهد الصحراء يعني تعين في معهد الصحراء دلوقتي اسمه مركز بحوص الصحراء فكل شغل معهد الصحراء كان عن كيفية زراعة الأراضي الصحرائية فبقى ده مجال تخصصه بقى من بعد ما أخذ البكالوريوس الزراعة مهد الصحراء له محطات بحوص والمحطات دي في مناطق زاد طبيعة صحراوية وبالتالي كان الغرض هو إذا نقدر نستفيد من الأرض الصحراوية بحيث ان احنا ننتج فيها المنتجات اللي ستتلقم مع الأرض والمناخ وكمية المطر اللي بتنزل كلام ده كله وتدي انتجية أعلى ما يكون فإذا كانت الإنتجية في الحالة الطبيعية مثلا طن فإحنا عايزين نخليها 2 طن أو 3 طن تمام؟ فيعني زي نحسن جودة الصلالات والتقاوي اللي احنا بنستخدمها بحيث ان احنا نعزم إنتاج الصحراء وفي الوقت اللي هو يعني ابتدى يشتغل فيه وعمل الماجستير والدكتوراه فيه أنا كنت لسه بقى صغيرة وقتها بس كان ده شغله الشغل يعني احنا كنا قليل جدا لما نشوف بابا في البيت لأنه يخلص الشغل في المعهد اللي هو في المطرية يرجع البيت مثلا الساعة 4 واللي حاجة يتغدى ينام له نص ساعة وينزل ينزل بقى شغل شغل بقى في إياسات وتجارب وحاجات زي كده فإحنا كأطفال الحقيقة ما نشوفناهوش كتير ما كناش بنشوفه كتير إلا في الأجازات من كتر انغماسه في مجال بحوث الصحراء فطبعا هو كعالم في المجال ده كان من أعزم العلماء في مش بس في مصر لكن الحقيقة في العالم وكانوا بيرجعوله في روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكده انه هو يتطور لهم الزراعات اللي هي في المناطق الصحراوية هي الحقيقة فكرة يعني فكرة الزراع في المناطق الصحراوية دي فكرة ممتازة لأنه في دول كتير جزء أكبر منها هو صحراء واحنا محتاجينها في مصر طبعا بزبط كده انتي عندك مساحة مصر المستغلة منها 6-7% والباقي كله صحرا أفتكر زمان يا دكتورة دورية يعني في نهاية بداية السبعينات كان ساعات يقولنا تعالوا هوريكو حاجة فيقوم فارد ورق كبير على الصفرة الورق ده خرايط جاء لهم الاستشارة عن بعض بتوري المناطق اللي هي فيها مياه جوفية مياه جوفية فاحنا من السبعينات واحنا عارفين المنطقة دي فيها أرض الصحرا وفيها مياه أو المنطقة دي فيها مياه يعني احنا طلعينا فلما الناس بيتكلموا على زراعة الصحرا وأسامي زكرت كتير بل دول دي اتوفى ما كانش كبير في السن يعني فكنت بقولوا احنا عارفين الحاجات دي كلها من زمان من فترة طبعا يعني مش عارفينها شايفينها على خرايط النهار ده طبعا مع التكنولوجيا المتطورة قوي في الأقمار الصناعية وكلام ده طبعا الخرايط كان بتتعامل زمان أقل جودة بكتير من اللي ممكن بتتعامل دلوقتي وبالتالي ممكن بتتحسب بقوة كميات المياه في كل منطقة يعني ممكن الكشف عن المناطق التي تسلق للزراعة في السحراء بشكل جيد سبعينات ثمانينات كان عندنا فكرة كويسة وما كانتش الأقمار الصناعية متطورة ولا حاجة كانت لكن النهار ده انت عندك تكنولوجيا متطورة بطريقة جمدة جدا بحيث ان فعلا تقدري تقدري كل منطقة فيها قد ايه فهي زمان على فكرة كان فيه نهر موازي لنهر النيل طالع من الجنوب لحد البحر المتوسط ففيه فعلا مياه كتير خزانات مياه جوا فيها جمدة جدا في السحراء المصرية في السحراء المصرية بالزبط